تنصيب أربع ورشات مخصصة لتمويل حملة الحرث والبذر التي ستنطلق في الفاتح من الشهر المقبل هذه الورشات تشمل التأمين الفلاحي بالإضافة إلى البذور والنمط السقي لإنجاح الموسم الفلاحي ستكون ورقة طريق مشترك لموسم الفلاحي 2024-2025 هذا الإجراء تم الإعلان عنه خلال اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بمختلف الفاعلين بالقطاع هي ربعة ورشات وكل ورشة مخصصة في جانب مثل الجانب المالي والتأميني كذلك خطرش التأمين هو جزء كبير من حماية المنتوج عندنا ورشة التي تخص البذور والمدخلات التي تمشي معها كأن ورشة التي تخص المرافقة التقنية للفلاحين أهمها هو إنجاح موسم الحرث توفير البذور بقوة للبذور والمدخلات طبعا للفلاح إيجاد الحلول المالية الخاصة وكذلك وضع التأمينات فيما يخص هذه العملية لأنها عملية نقدر نقوله اقتصادية الأمطار المعتبرة التي شهدتها كل جهات الوطن ساعدت على التحضير الاستباقي لموسم الحرث والبذر لبلوغ إنتاج أكثر من مليون طن من القمح الصلبة خصينا به من رحمة من عند الإله سبحانه وتعالى فيما يخص هذا الخريف كان تقريبا قدهن سنين ليس هناك خريف مثل هذا وحتى الأمور والتقلبة الجوية ما زال تبين أنه ما زال كاين وحتى الفلاحين يشافوا هذا الأمطار بادروا بشرت خير وبادروا بالحرث وهنا وزارة الفلاحة الثانية كانت عملية استباقية جدا استباقية في تحضير هذا الموسم في تحضير كل المدخلات وكذلك كل الموارد المالية لازم لهذا الشيء هذا وتسع الحكومة من خلال تكثيف إنتاج القمح الصلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وعدم اللجوء لاسترادها ابتداء من 2025